طبعا حتى الآن لم يعلن من هو يعني هناك تفضيل بين اثنين فقط للإشارة أنه كان هناك ثمانية نواب منشحون فقط للمعلومة يعني هذه رئيس البريكسي أو رئيس مجلس العموم لم يكن ذو أهمية قبلا ولكن اليوم له دلالات بالغة بعد دور الذي لعبه صاحب المنسب السابق فيما يعني يتعلق بملف بريكزيت ترشح ثمانية نواب للحلول محل جون بروكاو الذي وضع نفسه في واجة الجذل المرتبط ببريكزيت من خلال اختيار تعديلات وإدخال إجراءات يشير أنصار مغادرة الاتحاد الأوروبي لأنها صممت لعرقلة خروج لندن من التكتل يعني رئيس مجلس العموم السابق هو حاول عرقلة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لكن ربما اليوم يعني من سيخلف بروكاو ربما سيزيل هذه العقبات باتجاه خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ويبدو لنساي هويل نائب بروكاو هو الأوفر حضر حتى الآن للحلول مكان بروكاو